بعد ما تفتح بلانك تيمبلت رح تكون عندك واجهة المستخدم جي اي الخاصة في البرنامج رح تكون عندك بهذا الشكل وهي واجهة تقريبا مشابهة الى برنامج الورد ولكن تلاحظ عندك في التابات الخاصة في البرنامج هي قليلة مقارنة في برنامج الورد عندك هنا اسم البروجيكت او اسم البروجيكت الخاص فيك وعندك في الجهة اليمنى عندك هنا التول اكسس بار اللي هو شريط الادوات السريعة وتلاحظ عندك هنا الزر الحفظ وزري الاندو واذا عندك هنا الزر الخاص بين التبديل ما بين وضع التاتش مود ووضع الماوس مود وتستطيع ان تعمل كوستوميزيشن للكوك اكسس بار من خلال اضافة الي ادوات اخرى مثلا نضيف الاوبن تلاحظ انه عندك ايقونة الاوبن رح تنفتح او تضاف الى التول اكسس بار نقوم بعملية حذفها نقضيك لك ايمن ونختار remove from quick access tool bar بالنسبة لي التابات فهو نفس الشيء يقسم انه البرنامج يعمل على تابات وعندك التابات هي قليلة جدا مقارنة في الورد والبرامج الاخرى للأوفيس فعندك الهم الانسيرت بيج ديزاين مالينج روبيو فيو هلوب اللي راح يهتمنا هي الهم الانسيرت البيج ديزاين وايضا عندك البيو ايضا تعتبر جدا مهمة كل هذه كل تاب هي تحتوي على مجموعة من الادوات لعمل البرنامج وهذه الادوات تكون مقسمة على شكل ايش على شكل غروبات فمثل الغروب خاص في الكليب بورد ادوات الكليب بورد غروب خاص في الفونت في الباريغراف في الستايل في الاوبجيكت وهكذا بالنسبة لمساحة العمل والوركس بيس لاحظ انه هون عندك الان حاليا المصطرة تكون مفعلة لان احنا نشتغل دائما على التصميم والتصميم لا بد انه يكون ضمن قياسات محددة حتى نلغي المصطرة نذهب على البيو راح تلاحظ عندك الرولرز في تلغيها مباشرة فرح تصبح عندك وهذا الشكل ولكن احنا دائما ما نستخدم المصطرة حتى نبدأ بالتصميم داخل البرنامج عندك هنا البيجيز اللي هي الصفحات وهي صفحات نفسها اللي موجودة في برنامج الورد ولكن في اختلافات معينة هذا بالنسبة لما ساحة العمل هي نفسها في الورد اللي هي الصفحة تكون على سبيل المثال ايفور تستطيع ان تقوم بتغييرها من خلال الضغط الذهاب على البيج ديزاين وتستطيع ان تغيير كل شي داخل الصفحة وبالنسبة للأسفر راح تلاحظ عندك هنا الزوم ان والزوم اوت والوضع اللي هو يكون سينجل بيج او 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 اضافة لذلك عندك عدد الصفحات الموجودة ضمن البروجيكت وعندك هنا موقع مؤشر الماوس بالنسبة للأكس وبالنسبة الى الواء